في إطار اهتمام وعناية مملكة البحرين بطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة الطلب الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى السرطان البالغ عددهم 11 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية هنأ سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم الطلبة الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة على الرغم من ظروفهم الصحية الصعبة مجيدا بجهدهم وصبرهم في تلقي العلم حيث لم يحل المرض بينه وبين تحقيق النجاح وحتى التفوق في بعض الأحيان مشيرا إلى أن الوزارة قد اتخذت قرارا قبل عدة سنوات بمعاملة طلبة مرضى السرطان معاملة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بإجراءات تقديم الامتحانات والتقويم والابتعاث المعدلة 91.2 الحمد لله بفضل الوزارة وفضل كل شيء وصلنا به المرحلة ونحن في شكر جزير وبأمل إن شاء الله إلى التطوير البحرين كما استقبل سعادته عدد خمسة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة مكفوفين حيث أهداهم جهاز برينتو وأشار إلى أن اهتمام ورعاية الوزارة لتلك الفئة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بهذا الخصوص وتدسيدا لما جاء في دستور مملكة البحرين من أن التعليم حق للجميع مؤكدا أن جهود الوزارة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وتوفير الأمكانية والوسائل الكفيلة بتعليمهم تعليما يناسب أوضاعهم أنا واجد أهتم في الدراسة وحب أساعد الأشخاص المكفوفين المثلي لأنني أم بيوصلهم مثل المرحلة اللي وصلت فيها إحنا قاعدين نبدل ما وسعنا وكل ما عندنا من جهد إن شاء الله وقد ما نقدر إحنا نرفعهم إلى أعلى مستوى ونتمنى إلى المزيد بعد ونشكر وزارة التربية على هذا الاهتمام وأضاف وزير التربية والتعليم بأن الطلبة من فئة المكفوفين المدمجين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية يتمتعون بالرعاية التربوية والإرشاد النفسي وتعليمهم لغة برايل واستخدام الحاسب الناطق وقد قامت الوزارة بإعداد وتأهيل الهيئة التعليمية القادرة على التعامل معهم وتكيف نظام التقويم والامتحانات بما يناسب أوضاعهم بالإضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية وتزويدها بالمرافق الخاصة والمصاعد والأجهزة المعنية والعلامات الإرشادية بلغة برايل هذا فضلا عن حصول جميع خرجي ثانوية العامة منهم على بعثات حكومية بخط النطر عن معدلاتهم وغير ذلك من أوجه الرعاية والاهتمام مشيرا إلى أن جهاز برينتو هو أصغر أجندة برايل ليلائم كل رقبات المكفوفين ويحقق تطلعاتهم فهو سهل الاستخدام ومزود بكافة المواصفات التي يحتاج إليها المكفوفون صمم بتقنية عالية وزود بأحدث تقنيات الاتصال وأثبتت جهزيته للتعامل مع كل شديد من تقنية مستقبل